اهلا بكم في حلقة جديدة من انا حب اللي يسألني رحلتنا مع بعض الرابط تخلص فاضل لنا 3 حلقات النهاردة والحلقة 19 والحلقة العشرين ان شاء الله بنتكلم مع بعض في اهم اسئلة الانترفيوهات الاسباب من وراها احسن طرق لحلها وخلينا نبدأ مع بعض النهاردة بسؤالين جداد بس قبل ما نبدأ عايز اوصيكوا بحاجتين صغيرين الحاجة الاولينية لو بتتفرج او بتتفرج على الفيديو ده من على الفيسبوك هتلاقوا في البوست نفسه في لنك لمقالة مهم نقراها قبل ما نقعد نشتغل على الاسئلة بتاعتنا فخلصوا الفيديو ده وبعد كده ارجعوا للمقالة دي مش هتاخد خمس دقايق بس مهم قوي نقراها قبل ما نقعد نحضر للاسئلة بتاعتنا ونسمع بقية الحلقات كمان اللي فاتت ولو طبعا بتفرج من على اليوتيوب هتلاقوا نفس اللينك موجود في الديسكريبشن بتاع الفيديو الوصيلة التانية بقى اللي عايز اوصيكوا بها هي ايه انه الاسئلة كلها اللي اتكلمنا فيها لغاية الحلقة بتاعت النهاردة من الحلقة الاولين هي لغاية النهاردة واللي هنكملهم كمان في الحلقتين الجايين الاسئلة دي كلها بتبقى صغطها ممكن تكون عامة شوية لان احنا بنحاول نقول السؤال سواء بغض النظر عن طبيعة الوظيفة او بغض نظر عن المجال اللي انت او انت فيه ان الاسئلة هتبقى هي هي فمن الحاجات اللي محتاجين نعملها لازم لازم نذاكر شوية مع الاسئلة دي يعني الحلقات اللي اتكلمنا فيها هي مش دي بس اللي هتسمعها او هتسمعيها هتخش الانتربيو جاهز لازم نعد نذاكر شوية المذاكرة دي هيبقى جزء منها تحضير الاجابات الشخصية بتاعتنا ناخد من الامثال اللي بنتكلم فيها في الحلقات ونحضر الاجابات الشخصية بتاعتنا الجزء التاني من الواجب هو ان احنا نفكر في نفس الاسئلة ممكن تتسئل لنا احنا في طبيعة الشغل بتاعنا ازاي هي نفس المعنى اللي مقصود من وراها بس ممكن يبلورها شوية او ممكن يولفها شوية على طبيعة الشغل بتاعنا ازاي صغطها تبقى ازاي علشان ما تحسش ان الاسئلة اللي ممكن هتسئلها ممكن تبقى الاف مؤلفة هي الاسئلة اللي هتبقى غطيناها مع بعض حوالي اربعين سؤال على الحلقة الاخيرة هنكون غطينا حوالي اربعين سؤال هي معظم الاسئلة الاساسية وممكن تتحور شوية كده او كده على حسب طبيعة الشغل اللي انا فيه تمام طيب ايه بقى اول سؤال معنا النهاردة اول سؤال معنا النهاردة هو هل اتعرضت لموقف اه مع عميل كان العميل متضايق جدا وحلت الموقف ده ازاي هل اتعرضت الموقف في التعامل مع عميل كان متضايق جدا وحلت الموقف ده ازاي رغم ان هو السؤال بادئ بهل اتعرضت الموقف هو طبعا مش عايزك تقول له اه اتعرضت او ما اتعرضتش عايزك تحكي وعشان كده ده سؤال زي ما قلنا بقى في اخر حلقتين نوعية اسئلة احكيلي عن كذا احكيلي عن كذا دايما بتمشي على اسطنبا كنا قلناها في الحلقة رقم خمستاشر اه هي اسطنبا دي ستار سيتيواشن تاسك اكشن وريزلت فلا برضو ده اتعرضت الموقف كان العميل متضايق فيه احكيلي حلته ازاي هتحكي الموقف السيتيواشن التاسك كان ايه اللي مطلوب منك تعمله بس ايه الاكشن بقى اللي انت فعلا عملته اتصرفت بقى العميل ده مسلا ازاي وايه الريزلت وان نتيجة وطبعا ياريت تكون نتيجة كويسة يعني انتهى بها الموقف في التعامل مع العميل الصعب ده حاجة تانية مهمة في السؤال ده هو هو عاوز يسأل على ايه هو طبعا لما بيسألك اتعاملت مع عميل صعب غالبا السؤال ده هيتسئل لحد بيتعامل مع عملة حد بيشتغل في البيع او بس انا عايز اعرف منه ايه كانترفيور عايز اعرف منه قدرتك على حل الصراعات انك تفضل هادي والدور على تبين اللي قدامك ان انت متفاهم مش مش بايش تتبين له بس تكون فعلا متفاهم موقف الشخص اللي قدامك وتلاقي الحل الوسط فلو انا مش بسألك ممكن الانترفيور ما يسألكش السؤال ده ودي بقى التوصيل اللي كتبولكو عليها ممكن ما يسألكش السؤال ده عن عميل ممكن يسألك عن مديرك تحكيلي عن موقف ويكون السؤال ده كني ممكن نغطيناه كمان في الحلقات اللي فاتت احكيلي عن مرة اه كان فيه اه صراع بينك وبين مديرك احكيلي عن كونفلكت ما بينك وبين مديرك تحكي لي عن مرة اختلفت فيها مع مديرك جمد وحلتها ازاي فدايما نفس الايه المعنى الconflict management حل الصراعات انت بتعمل في ايه تبقى بنمشي على السطنبا بتاعت ستار فهمنا المقصود من السؤال هو ايه في الconflict management عموما انت عايز تبين ايه عايز تبعد عن ذات لو السؤال كان عن عملة مش عن مديرك عن عملة لان عن العملة ممكن تلاقي نفسنا روحنا ان ايه عايزين نتكلم ونسرد عن المواقف العجيبة والطريفة اللي عملة كتير يتكلموا فيها وطلبوا حاجات غير منطقية مثلا ده مش وقت الكلام ده هو عايز يتفرج على مش عايز يسمع طرائف ونوادر التعامل مع الايه مع الكاستورز الحاجة التانية كمان محتاج تخلي القصة بتاعتك انتهت بان انت او انت عملتوا حاجة بنفسكو كانت مفيدة يعني بلاش القصة اللي بتنتهي بانه دي حد تصرف مثلا اه ممكن لو انت عرفت انك مثلا محتاج تجيب حد يتصرف او تلجأ لحد عشان يتصرف ماشي بس يستحسن المواقف اللي انا بنفسي حلتها وحلت الصراع ده الكونفليك مانجمينت عايز نظهر في المثل اللي هنضربه حاجة اسمها اللي هي التعاطف اني مش بس غلبت الكاستور كبست الكاستور افحمت الكاستور لا احنا عايزين نبين ان احنا كنا الموقف اللي انت كنت فيك كبير العائل اللي قدر يسمع ويستوعب ويظهر لللي قدامه التعاطف ويكسب اللي قدامه في صفه وبعدين يقدم له حل يرضي جميع الاطراف هو ده اللي ايه اللي بنبيني نظهره في الكونفليك مانجمينت وبرضو تفادى انك تكلم بس فقط انه هو عشان عميل يبقى العميل ده كان صح يعني الصراع مع عميل او كونفليكت مع عميل او اختلاف مع عميل مش عاوزين نسمع منه القصة بتاعة قامه وطبعا العميل دايما على حق فانا عملتله اللي هو عاوزه ازاي انت قدرت تلاقي حل يرضي الطرفين تستوعب اللي قدامك كنت هادي كنت كول ما ارتبكتش ما تعصبتش قدرت تتعاطف مع الشخص اللي قدامك وتحلله الموقف كنت انت ايه كنت انتك كبير في الموقف ده دي الموقف اللي حتنا ايه بنبقى عايزين نضرب بيها امثلة لو كانت عن عميل او عن اي شخص تاني بتعامل معاه وتسأل لك السؤال بطريقة ايه ازاي حلية الكونفليكت ده طيب تاني سؤال بقى معانا النهاردة هو سؤال صغار خالص وقصار خالص بس سؤال حلو سؤال ايه بقى ناويت سبنا امتى الانترفيور يسألك ناويت سبنا امتى بقى طبعا السؤال ده بيتسئل بالصيغة دي ازا تسأل علشان يربكك يفاجأك طبعا ده غير ان هو اكيد مش عاوز يسمع اجابة حقيقية انت عايز تسيبنا امتى او عايز يربكك وعايز شوف لما هترتبك هترد تقول ايه فيما هتعلق بقى بفكرة انت هتعود معانا قد ايه انا لو قلتلكم اللي ارى المقالة اللي قلنا عليها موجودة في الديسكريبشن او موجودة في البوست او اللي ما ارهاش لما هتخلصوا الفيديو ده تروحوا تقروها لو انا اتكلمنا اكتر من مرة عن اهمية ان احنا ندخل الانترفيور عندنا الفكرة بالمنظور بتاع الانترفيور اللي قدامنا ده عنده مشكلة هي الوظيفة الخالية عنده شغل واقف عنده فلوس واقفة عنده مشكلة عايز حد يجي حلها له المشكلة ده هي انه فيه شغل ما بيتعملش وعايز حد يجي يعمله فانا داخل عايز اطمنه فهو من الحاجات اللي قلقاك انت هتسبني امتى ما انت سايب شركتك دلوقتي هو خصوصا بقى كمان لو انا شايف انك بتتحرك بمعدل سريع فانا ايه عايز اتطمن فنرميلك السؤال بطريقة تربكك شوية وفي نفس الوقت ايه احصل على الاجابة اللي اتطمن فاحنا طبعا لما هنيجي نرد على سؤال ناوي تسبنا امتى اكيد مش هتقول ناوي سيبكو في الوقت الفلاني او مش ناوي سيبكو خالص لان الاتنين مش منطقيين وانما بتبتلي تظهر حاجات زي ايه انه اكيد اكيد مفيش نية مفيش نية اني اسيب الشغل وحتى ايه ممكن تخلي بالك بلاش تقول مش ناوي اسيبكو ابتلي تكلم بصيغة وكأنك بقيت اصلا معهم في الشغل اكيد انا مش داخل الانترفيو دلوقتي وانا عندي نية اني امشي فطبعا انا مقدر ان طبعا حراك بتسأل السؤال ده لان اي حد سونار او ليتر ممكن ان اجلا او عاجلا يسيب الشغل وده طبعا بتبقى مش دايما حاجة محببة لكن احنا ناس وفي سوق العمل ونسيب او نعود حقائق حياة يعني انا سايب شركة وعشان كده قعد بتكلم مع حضرتك بس اكيد مفيش نية معينة وحطت خطة معينة وداخل من الاول عامل حسابي ده انا فيه وقت معينة همشي فيه انا اللي مركز عليه دلوقتي هو بتبطيلي بقى تتكلم في ايه طبيعة الشغل اللي انت داخل عليها الفوائد اللي انت هتستفدها من الشغل الفوائد اللي انت هتضفها للشغل ترجع تاني تأكد على انا ليه جاي اشتغل عندكم وليه هبقى مفيد لكم وتبعد خالص عن فكرة ناوة سبنا مفيش حد ناوي يسيب حد اه بتاع بنعترف وبنأكنولج ومعترفين بان كلنا محترفين وبنمشي وبنيجي بس ده مش النقطة اللي احنا مركزين فيها انا فيش حد مش داخل بنية امشي احنا اللي نيتي هي اني هتعلم واحد اتنين تلاتة اشتغل على كذا 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 وترجع تعيد الحاجات اللي انت تسألتها في السؤال بقى بتاع ايه بتاع سؤال انت اللي تدسب الشغل عندنا وهتفيد الشغل بايه واشو معنى العينك انت مش حد تاني بترجع تأكد على النقط دي مرة تاني ده كان بالنسبة ايه للفكرة بتاعت سؤال ناوي تسبنا انت طيب دول كانوا السؤالين بتوعنا النهاردة دي نهاية دي نهاية حلقتنا وبكرا ان شاء الله هتكون معنا الحلقة رقم تسعتاشر الحلقة القبل الاخيرة وهتكون الحلقة كلها من الاسئلة اللي انتو بعتتوها لي على الصفحة او على الكومنتات وان شاء الله نقدر نجاوبها كلها على قد ما نقدر بازن الله وتكون اجابات مفيدة شكرا المرة تاني على متابعتكو وعلى اهتمامكو واشوفكو بكرا ان شاء الله في حلقة جديدة وانا احب اللي يسألني مع السلامة